جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريبة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 592 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات وضبط معهم 294 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 964 قطع السلاح ناري أبرزها ماءة بندقية و80 بندقية ألية و51 مسدساً و733 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وماءة خزينة إضافة لـ 1367 قطعة سلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ استيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 490 ألفاً و361 حكماً قضائياً من بينهم 1854 حكماً جنياً و177 ألفاً وخمسون حكماً حبساً و241 ألفاً و490 حكماً غرماً و69 ألفاً و967 حكماً مخالفاً وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سبعة تشكيلات عصابية ضموا 21 متهماً قاموا بارتكاب 37 حادث سرقة متنوعة وتم كشف عموض 56 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 102 متهماً وتم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1694 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالي 1921 متهماً من بينها قرابة 407.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 245.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 92 كيلو جرام وضبط ما يقرب من 24 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يزيد على 52.5 كيلو جرام من مخدر استروكس وعدد أربعة وثلاثين ألف وثلاثة وثمانين قرص مؤسر وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين قرص ترامدول مخدر وعدد عشرة ألاف وماتين وأربعة عشر قرص كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 66 مليون جنيها كما تم ضبط خضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 40 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة